في مساحة فاصلة بين الحياة أو الموت وتحت رحمة رصاصة قناص أو قذيفة مدفع تعيش هؤلاء النساء فيما بات يعرف بخطوط التماس ولا فرق بالنسبة لهن في البقاء أو الرحيل فالحياة هنا صارت أشبه بالإقامة في الجحيم الانقلابين المحاصرين لتلك المناطق التي تقع تحت خط التماس لا يراعون امرأة لا يراعون شيخ لا يراعون كهل لا يراعون طفل فماذا يجب علي المرأة أن تفعله في مثل هذه الظروف هنا في حي عصيفرة ومثلها في أحياء صالة وكلابا وأجزاء أخرى من تعز تبقى المساكن تحت مرمى اللهب ويبقى الموت رائجا فيها أيضا لكن الفاتورة الباهضة تدفعها المرأة فهي الهدف الأسهل أمام وحشية الميليشيا أتعرض كل قذائف لبيتي ثلاث قذائف بس الله الحمد لله رب العالمنا قلنا القيهة الداخل ما قلنا لبنيان يعياني لا حدود لمأساة المرأة في تعز إذن فعدم قدرة هؤلاء على تحمل تكاليف النزوح وتفاقم وشاكل الحياة اليومية كلها عوامل ساهمت في مضاعفة معاناة النساء وهو الأمر الذي أجبرهن على البقاء مع أطفالهن يتشبث الجميع بالحياة هنا وإن كانت الحرب تتربص بهم ووحدها المرأة ضربت أروع الأمثلة في معركة الحياة القاسية في زمن الحرب تقارير محلية تحدثت أن 490 إمرأة سقطت ضمن دحايا الحرب في تعز بينهن 223 إمرأة و125 طفلة سقطت في مناطق خطوط التماسي منذ اندلاع الحرب في مارس 2015 لم تتوقف معاناة المرأة في تعز عند حدود الفقر والنزوح والتشرد المتكرر وتحمل أعباء تفوق طاقتها فحتى الآن لا تزال المدينة ترزح تحت وطأة ظلام الحرب التي لا يبدو أنها ستنتهي قريبا مهى علي قناة بلقيس